دولة يملك أفرادها أكثر من سبعة ملايين قطعة سلاح أي بمعدل سلاح أو أكثر للبالغين من الذكور المدنيين وربما للصبيان أيضا هذا هو العراق الذي يريد الكاظمي حصر سلاحه بيد الدولة التي هي بالأساس دولة ميليشيات ومن عصبة الميليشيات إلى عصبة العشائر يتجه العراق إلى تشض أكثر في بنيته الوطنية ويغرق في فوضى سلاح سيكون نزعه أكثر صعوبة من نزع الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية لم يكفي المواطنين الرعب من سلاح الميليشيات حتى بات يهددهم ما هو أخطر وأكثر عشوائية إنه سلاح العشائر فلا يكاد يمر يوم إلا وتشهد مدن العراق وخصوصا في الجنوب وبغداد نزاعا عشائريا مسلحا تستخدم فيه مختلف الأسلحة من خفيفة ومتوسطة وبلغت خطورة الأمر أن استخدمه حتى القذائف الصاروخية في نزاع مسلح جديد بمنطقة المعامل في بغداد مركز الحكم وعلى مقربة من إقامة مصطفى الكاظمي وبوجود شهود دوليين من ممثلي سفارات العالم زيادة في تجسيد حجم السلاح لدى العشائر يحضر تصريح لقائد شرطة مدينة البصر السابق رشيد فليح يؤكد فيه أن سلاح العشائر هناك يعادل ترسانة فرقتين عسكريتين وهذا الأمر ينسحب على عشائر محافظات الجنوب والمحافظات الحدودية وخصوصا مع إيران حيث يتجلى تهريب الأسلحة في أوضح صوره ويعزو مراقبون عجز الحكومة عن سحب السلاح من العشائر هو غياب الدافع الوطني والعمل بالعقلية المؤسساتية لدى الساسة واستثمار الملف الأمني خدمة لأغراض انتخابية حيث يقوم قادة الأحزاب بسماح لعشيرة بعينها باستملاك السلاح وشرائه مقابل تصويت أبنائها لهذا الحزب أو ذاك كما أن شرعانة وجود الميليشيات رسميا في الدولة ساهم في إتخام العشائر بالسلاح عن طريق أبنائها المنتسبين للحشد حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب وأمل لكل عراقي لكن قبل ذلك كله يجب أن تكون هناك دولة بالفعل حتى يحصر السلاح بيدها